عايزة أتكلم معك في نقطة مهمة جداً تانية كمان هي العلاقة الوطيدة اللي إحنا كانت ما بين مصر وألمانيا أيام ميركل ودلوقتي مع أولف شولز العلاقات الوطيدة دي على مدار الحكومات المختلفة لألمانيا دليل على إيه؟ وهل دليل كمان على تطورات أو فيه في المستقبل تطورات في العلاقات الاقتصادية؟ خلينا نركز عليها لو نقول طبعاً الاستمرارية والتواصل في العلاقات دي دليل على إدراك ألمانيا لأهمية مصر يعني ما كان لدولة بثقل ألمانيا ووزن ألمانيا أنها تولي هذا الاهتمام بالدولة المصرية وانذ عهد ميركل وصولاً إلى شولز الآن لولا أن الدولة الألمانية تدرك ثقل ومركزية الدور للمصر والحقيقة أن المستشار الألماني مبارح أشار إلى هذا الأمر دور مصر في الاستقرار في الأراضي الفلسطينية بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين ودور مصر في ليبيا على سبيل المثال حفظ الاستقرار والأمن في ليبيا ودعم جهود التحول من المواجهات العسكرية المسلحة إلى المصاري السياسي والديبلوماسي لتسويات الأزمة الليبية وانتخاب مؤسسات الدولة بما يضمن للشعب الليبي استثمار موارده وطاقاته لتعود بالنفع على أبناء الشعب الليبي هذا كلام المستشار الألماني نعم المستشار الألماني لو ما بعيدش كتير عن كلمة سيادة الرئيس في طم تجد نعم بالضبط يعني أشاد حتى بالدور المصر في هذا المدمر لأن مصر صانعت سلام والعالم يعرف ذلك مصر عمرها كانت دولة معتدية مصر عمرها كانت بتدخل في شؤون الدول الأخرى وإنما دايما تدعم الاستقرار ودايما المقاربات المصرية مقاربات تنموية حتى في أكثر الملفات يعني توترا زي ملف السد الأسيوبي على سبيل المثال طرحت مصر مقاربة تنموية حق التنمية عندك وليس على حساب أمني ألمائي وبالتالي هناك إدراك ألماني للرؤية المصرية في هذا المدمار وده اللي أدى إلى استمرارية وتواصل التنسيق المصر الألماني رغم تغير القيادات في ألمانيا وده اللي بنسميه العلاقات الاستراتيجية أو الشراكة الاستراتيجية من ضمن أبعاد الشراكة الاستراتيجية استمرارية التعاون بين البلدان برغم تغير القيادات وتغير النهج السياسي في هذه الدولة